لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات فضلا وليس أمرا عندما تتقدم لوظيفة فإنك دائما ما تستفسر عن الراتب ومدى ملاءمته لحجم الجهد المبذول في العمل لكن هناك أمور لا تقاس هكذا خصوصا إذا كانت وظيفتك تحتم عليك التعامل مع الجمهور مباشرة لأنك ستكون على موعد مع غرائب وطرائف بلا حصر وفيما يلي سوف نعرض عليكم هذه القصة الغريبة لزبون مجهول اتصل بمصلحة الزبائن في شركة الاتصالات فودافون في إنجلترا وقال كلاما للموظفة التي تستقبل المكالمات جعل الجميع في صدمة الرجل الذي كان يجهل أن مكالمته يتم تسجيلها اتصل بالموظفة وعرض عليها خدمة من نوع خاص الزبون قال للموظفة أنه يخطط لسرقة مقر شركة الاتصالات التي تشتغل فيه حاليا وبالرغم من أن الموظفة تحاولت أن تسكته إلا أنه هددها بالموت إن هي أغلقت السماعة وطلب منها أن تستمع إلى كلامه حتى النهاية وهو ما جعل الشابة تصمت وتستمع إلى كلامه وهي في حالة ذعر شديد الرجل طلب من المرأة أن تحصل له على الرقم السري لفتح البوابة الرئيسية للمبلغ وأن تحضر له مفتاح الخزينة التي بها أموال الشركة عند نهاية الدوام ووعدها بأنها ستحصل على مبلغ معتبر إن نجحت العملية وأضاف الرجل يقول للمرأة أنه سوف ينتظرها في نهاية الدوام ليحصل على الرقم السري والمفتاح وأن عليها أن تزوده ببعض التفاصيل الأخرى وختم الرجل كلامه بتهديد للمرأة بأنها سوف تموت إن أخبرت أحدا بما دار بينهما لم تجد المرأة ما تقول لأن الخوف كان يمتلكها حيث تظاهرت بأنها موافقة على كلامه وطالبت منه الإذن بأن تقطع المكالمة عندما انتهى الرجل من الكلام قام بقطع المكالمة في حين انهارت الموظفة وسقطت على الأرض وهو ما جعل زملائها يسرعون إليها ويصعفونها وعندما استرجعت الموظفة وعيها سألها رئيس الخدمات في الشركة عن سبب هذه الصدمة التي وقعت لها رفضت الشابة إجابة رئيسها على سؤاله وهو ما جعله يعود إلى تسجيل آخر مكالمة أجرتها هذه الموظفة ليصدم بما سمعه قام الرجل بالاتصال مباشرة بالشرطة وأرسل لهم التسجيل طلب رجال الشرطة من رئيس الخدمات أن يكتم ذلك السر وأن يحرس على أن لا يعرف أي أحد من الموظفين بالأمر خرجت الموظفة في نهاية الدوام وهي في قمة الظعر وفجأة اقترب منها رجل أصلع يلبس نظارات سوداء وبمجرد أن بدأ يكلمها حتى هجم عليه عنصرين من رجال الشرطة كان بالزي المذني وأسقطه أردا ثم تقدمت سيارة سوداء مصفحة تم وضع الرجل بداخلها وغادرت المكان بسرعة كبيرة